مرحبا انا اسمي مازين درويش من وشي ووش وشكرا براسشوت 16 لا استضافة اليوم كيف حالك تمام الحمد لله كيف كنت أهلا وسهلا فيك أولا شرفت ونورت شرفت ونورت شرفت كثير كثير زي ما بتعرفوا كل حلقة مع القاتل براسشوت 16 بيكون معنا ضيف له تجربة عظيمة كثير ضيفنا اليوم بشكل سريع هو شخص قرر يروح من النفط من الأويل نفط ليروح لقطاع أخذ قرار فيه هيك مختلف تماما قطاع كان فياته قد لاعبين بذوي وهذا القطاع هو دخل وقدر يتغلب على تحديات كثير كبير فيه وبعرف كنت شايفين هلأ هيك ستة جديد للبودكاست فشكرا لكل أحد عم بدعمنا عم بيكون هيك بيشارك حلقاتنا بيخبر الناس بتفاعل معها فهذا شيء بيننا كثير 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 ضيفنا اليوم هو صديق العزيز مازين درويش فاوندر و سي او لا وشي وش أهلا المعزين أهلا فيك كيف حالك تمام الحمد لله كيف الأمور تمام الحمد لله كل شيء كويس كله تمام كله تمام كش ورأك في الستة الجديدة لا كثير حلو كثير حلو كثير حلو و جد تانكيو على الاستضافة اليوم مازين انت من الأشخاص يمكن اللي ما لتقين كتير في الحياة لكن إلك معزة الله بعلم قدي يعني و انت رفستش و انت رفستش لانجازاتك دائما مازين احنا زي ما تعرف في بودكاست بارشوت سكسين يجولي منقابل سواء فيسيز أو انتروبنورز ناس تاخلوا بتشالنجز حلوها الفكرة منها استوبلد دا ايكو سيسيما كروستا ريجل كله وبتابعنا أصدقاء من كل مكان و أنا بعرف مخصوصا بعضtera جديد و جديد فيبدوالي كتير كبيرة و تضعت تولي الشركة بطريقة عظيمة و Jahren لكن أما懂ي التهون بدي أستطيع الان قبل 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 كتير وأقول لك لا أعرفك كان المشكل إليك هادة و ليس هادة ميتحمس و ليس ميتحمس ودا Simon يعرف تعرف؟ يعني بتحب الوعب تحمس له بس يعني رايق وهذه فكاركترك اللي يعرف هو يعني هذا شخص بزبط ايش ياخد وان وايه طلبه بركز عليه و يعني يمشي فيه بدي اعرف ايش درست وين درست ماذا عملت و بدي نمشي في الاستخدام بعدين نهجم على النفط يعني انا بدي اعرف نقضى عن نفط بس اندي اعرف وخصوصا انت بعد خطط القرار فتحت الشركة يم اجت كورونا فيعني الهنة واضح فحب اسمع منك ونسمع منك الاشي تمام انا طبعا درست هنا درست بجامعة العام التكنولوجيا الاردنية خلصت بكالوريس بالهندسة الكيموية وبعدها دغري اشتغلت بمجال البترول باكتر من دولة من الامارات ليبيا عمان جزائر كلها دول معطرة كنا نشتغل بحفر البترول كنا نسكن بهاي المنصات اذا بالصحراء او بوسط البحر وكنا نقعد هناك شهر شهرين كان الشغل صعب صراحة كنت عدد بالصحراء لا في صغطية ولا في اشي يعني ايامها يعني انت بتحكي بالالفين وسبعة حتى كان الانترنت ما فيه يعني كنا لما نبعت ايميل يعني هلأ اشي كتير قديم كنا لكي عنا تليفون نوكيا ستة الاف ومتين اظن فيه انفراريد سنسور نحطه على اللابتوب عشان يعمل كونيكشن ونبعت ايميل تكست فائل انه ديلي ريبورت فهلأ الموضوع كتير اسهال صار فيه انترنت يعني كنا لتريلي معطوعين عن العالم فكان دورك انت بحفر الابار فكنا احنا نعمل حفر الابار البترو فانت بتعرف الدواهي كلها افهمين نعرف اه فهو شغل كان صعب بس زي ما تحكي ندعك الواحد يعني نوعا ما بس ما كانش كتير يعني زي ما تحكي اشي الواحد له مستقبل يعني انت تقعد هناك لحالك مفيش اهل مفيش اصحاب مفيش حياة اجتماعية تقعد كل ميشن تقعد كل ميشن يعني من ثلاثين لخمسة واربعين يوم ولازم ترجع بعدها ما في ويكند تولف اور شفتس يعني تشتغل من ستة الصبح لستة المساء شفت البعدك بيجي من ستة المساء لستة الصبح وما في بريكس وما في جمعة فلما تشتغل خمسة واربعين يوم بتك تزيد عليهم الجمعة والى اخره فزيك انك تكون شغال شفت 12 ساعة زيك انك تكون شغال شهرين مش خمسة واربعين يوم وبعدين كنا ناخد بريك ممكن عشرة ايام عشرة ايام الاسبوع نيجي على الاردن او كل حدا بروح على البلد تبعه وبعدين نرجع واو ما قضيت هدك قضيت بهذا الشغل خمس سنوات واو وبعد الخمس سنوات خلص خمس سنوات وانت بالبحر والصحراء خمس سنوات البحر والصحراء نعم خصفهم الكاركترا خلص اه خلص فاكتر من هيك اظن واحد يصير في ايش يعني لا لا اظن انت اوكي طي بعد الخمس سنوات حكيت خلص ما بدي اكمل بهذا الفيلد بس ما كانش عندي خبرة بأي شي تاني يعني اوكي بدي ارجع الاردن ايش بدي اعمل يعني بزيك انه لسه هلأ اخلص من الجامعة شنو كان لسه اول شغل اشتغلته فانه بدي اجي اشتغل هون ما في اشي اعمله وتواستوئر لانه ما كنت فكر اعمل بزنس او اشي كان لسه يعني بصلي بس خمس سنوات بشتغل يعني اوكي يمكن هلأ صاروا الشباب يعملوا اسرع الموضوع احضوا حلقة هجام قاسم انه عكا عن الموضوع بس يمكن احنا قبل كان يعني لسه المشتغل خمس سنين احنا اسمها انت بتحكي احنا قبل مع الشباب وانا ببوز الكاميرا الانجل يعني طيح فوقتها شو كان عم بصير بتحكي هذا الحكي بالالفين واثناش كان لسه موضوع الرينيوب الانرجي كتير جديد على الريجن بلشت تطلع وصارت الدول مثل زي الاردن زي الامرات حط بلانز انها بدها تتحول للطاقة المتجددة وتعمل اكتفاء ذاتي من غير الاعتماد على البيترول فان هذا انا بوقتها قررت ان اقول الطاقة المتجددة يعني كنت بشتغل بالبيترول رحت لأشي العكسه تماما لساتني بالانرجي فيلد بس يعني اشي completely opposite اللي هم كانوا ضدين الطاقة المتجددة والبيترول فقررت اعمل ماجستير بطاقة المتجددة عشان ما كان عندي خبرة طبعا اططرت ادرس طبعا فطلعت اعملت هذا الماجستير بسويد بمدينة ستوكهولم في عندهم جامعة معروفة هناك اسمها كيتي اتش عملت فيها ماجستير بالطاقة المتجددة وتخصصت بالطاقة الشمسية كنت عارف انه بدك تروح هناك؟ كنت عارفت دي بياروح هناك يعني عملت ريسورتش كبير وانا لساتني بالصحراء معك وقتلنا الزاتة وقتل كثير فشفت اكتر من من option والحلو بهذا ال option بس كانت دول اسكندنافية بشكل عام لما تروح تدرس ما بتدفع اشي يعني لما تروع اميركا او على انجلند اظن غالي الدراسة اللي ازمعك منحها بس هناك مجرد من قبلت ما بتدفع فيز وصوم جامعة بتاخد رقم وطني زي مؤقت زيك انك مواطن وعندك تأمين صحي فيعني بس بتدفع هذه كانت سنة ولا سنتين بس يعني عليك الاجار وكنت وقت الماسترز عم تشتغل؟ لا وقت الماسترز ما اشتغلت حلو بما اني اشتغلت بالقبل بالصحره خمس سنين سيضيح حياتي الحمدالله ان الواحد يمكن جمع شوية مصاري تساعده يدرسه على حسابه يطلع يعمل اشي فيعني مكنتش على الفاضي الحمدالله فعملت هذا الماسترز بالسنتين لفيت ما خليتش مكان بيوروب ضيع اوض الخمس سنين الزط فخلصت الماسترز بعد بسنتين بالطاقة الشمسية ورجعت على الاردن يعني عشان كان لسه الموضوع عم بيبلش جديد كنت بتحمس انه بدي ارجع اشتغل بالريجن اجيت على الاردن وبلش اشتغل يعني دغري لقيت شغل بمجال الطاقة الشمسية ما كان لسه كان لسه المجال الجديد حتى كان قانون الطاقة المجددة لسه لسه ما موضوع يعني انه حطوا لسه تدرافت فكان اشي كتير جديد وحلو وكمان اشتغلت فيه تقريبا خمس سنوات يعني اشتغلت بشركات هنا اشتغلت بشركة بدبي وبعدين اجت هاي الفرصة اللي هلأ بنحكي عنها اللي طلعت من فيلد الطاقة المتجددة عليها مش عشانه كان فيه مشكلة بشغلي او بالعكس كان شغلي كتير منيح كنت اشتغل مع شركة انترناشنال غاتبية منيح بس هي فرصة بتيجي مرات فالواحد بيقرر انه ياخدها ولا لا ووقتها اعملت اجتنا الفكرة ان اعمل الشركة وهينا الحمدلله صرنا صرنا 6 سنين بلشت 2019 بلشت بال2018 الفكرة بس لما جهزنا وعملنا التطبيق الابليكيشن وشترينا الماشينز فبال2018 بنصها يعني كنا كنا اوبريشنال حكي لعنا وش وش كيف اجت فكرة ايش السبارك اللي اجا كيف بلشت الفكرة شو خطر ببالك شو صار معك بالناس اللي حواليك انه مجنون شو بدك تسوي المجنون بالصحراء ايش صار قلنا هلا اوش اوش زي بحكيت كنت بشتغل انا بالطاقة الشمسية هلا هو كان اللي بصير انه بيجونا زباين اي حدا عنده مصنع عنده شركة عنده منشأة بده يركب هاي الطاقة الشمسية عشان ينزل من استهلاك الكهرباء يوفرها حاله فكان يجونا الزباين ونروح لهم الكشف ونعطيهم زي كوتيشن انه مثلا سيستم بيكلف كذا راح وفر عليك كذا الاخري فيوم من الايام ايجانا واحد عنده شركة دراكلين من كان اول مرة انا ما كنت اعرف طبعا ولا اشي عن دراكلين زي زي كل حدا بودي اوعيه ما بعرش شو بصير جوه بس بشوف الكاونتر احنا اجانت مع دراكلين انه اعملولي دراكلين انه اركبها لمحلي اولا اركبها لمحلي عشان بصرف كدير كهرباء احكيت لش بصرف كدير كهرباء دراكلين ما كنتش اعرف فروحت عملت الدراكلين هاي رحنا عنده زيارة دخلنا نزلنا على المشغل تبعه هلا اولا دخلت المشغل يعني لسه ما بنسى انصدمت بشغلي انه انا رايع محل نظافة محل تنظيف شميت ريحة كميكلز كتير قوية يعني اشي انه بدروخ زي تنر زي انت المهندس اللي جوهتها فايش بحكي لهم ايش هالريحة بحكي لها مادة الدراكلين بحكي لهم بس انه رحتها مقاتلة انه ايش اسم فطلع المادة الدراكلين اللي تستخدم 99% المحلات الدراكلين مادة اسمها بيركلورو ايثيلين مادة يعني جدا مسيئة وبتسبب حتى امراض كتير ايضا للناس اللي بيشتغلوا بالدراكلين عشان بتعرضوا عليها يوميا احدا بتعمل سرطان واثبت عليها هاد الحكي عشان هيك بره بالبلدان بره صار يعملوا ريجيليشنز انه يمنعوها ويطلعوا تكنولوجيا جديدة مواد جديدة هلا غير هيك انه مثلا كان محل كتير شوب مفيش تهوية هذا كله تحت اه كله تحت محشور وازمة طب سؤال يا قصة هالكلمة والمواد بستخدموها بتأثر على المستخدم الاواعي بعد بتنضف لا هلا هي بتتبخر بس مرات بتضل شوي يعني مرات بتضل فيعني اذا فيه ناس عندهم حساسية الى اخره بس ضل بقايا من هالمواد نعم بتأثر عليهم بصير يعطس بصير او خصوصا غير المواد الدراكلين فيه ناس بستخدمو كتير معطرات صناعية عشان احنا بثقافتنا شوية الريحة هي المظافة يعني فيه كتير بعقل الواحد انه اذا ما كان ريحة قوية معناته مش مقصول او مش نظيف ففيه كتير ناس عندهم حساسيات مكونش عارف انه عنده حساسيين هاد الموضوع ماذا فيه حكة كمان ممكن حك بزرط بجيك اوام الدراكلين بعض بتصير تحك بتصير تحك او مثلا الريحة يمكن فيه حدا ممكن لما يحط عطر بتكون عنده حساسية في نفس الاشي فبلشت هون شفت انه فيه اشي غلط يعني بس هاي الدخلي مجرد هيك مجرد ما شفت هذا الحك كله حكيت انه فيه اشي مش مزبوط بلشت اقرى يعني ما كان لسه عندي فكرة انه اعمل وقتا داك اليوم انت شروع يعني شو لما طلعت من هون او شيزا بتتركب له او لماذا بتتركب له لا ماذا بتركب له حايا لما طلعت شنو كنت السيارة ايش صار احكيلي هون شو عكيت محالك يعني هون حكيت خليني اول اشي اعرف شو هاي المادة اللي بستخدموها ليش هيك ريحتها قوية انه بلشت اشوف انه فيه فيه مشكلة يعني فيه بلشت تاك اعمل ريسيرتش واشوف فبعدين شفت انه هاي المادة لا ممنوعة طبعا هادي لسه ريجوليشنز ممكن ما تطبقت عنها هادي بتعمل مشاكل لازم يكون في كتير شغلات لازم يكون محل مهوى لازم يكون الناس اللي بيشتغلوا مش هيك يعني لازم يكون وضعهم أحسن انت بالنهاية انت مفروض تكون محل هتخيلت لما أدخل على محل دراكري انه كل شيء نظيف أبيض معرقم طبعا الميديا الميديا اه بالظبط فشفت انه في مشكلة يعني هون في مشكلة ووقتها كمان ما كان وضوع التكنولوجيا لسه داخل على التطبيق تطلب كل شيء أونلاين خلص بحل دراكري زي ما بنعرف يعني انت بتروح بتعطي فهونا بلشت أفكر انه في فرصة في فرصة انه نعمل اشي ووقتها فكرت انه طيب لش ما أنا أعمل اشي جديد يكون مثلا بيحل كل هاي المشاكل يستخلق بحل مشكلة بحل مشكلة النظاف السيستم بحل مشكلة البيئة انه مثلا مواد اركب له سولر سيستم تركب سولر سيستم بالظلط موضوع التكنولوجي والسيرفس كمان شفت انه في كتير مشكلة بالسيرفس يعني انت بتحكي هادي سيرفس يعني شركة من هنا انت بتقدم خدمة ايش أصدق سيرفس مازل انه سيرفس سواء البروفايدر السبعون للبزنس ولا السيرفس بشكل عام كلها السيرفس لا مش عم نحكي عن الكواليتي تات البرودوكت منحكي عن الكاستمر سيرفس يعني احنا بشوي بها الاندستري يعني ما صعب تلاقي مثلا محل دراكلين عنده كاستمر سيرفس ديبارتمنت يعني احنا بالشركة في عنا خمس منظفين في عنا خمس منظفين هدولا كاستمر سيرفس بردوا على التليفون في مقسم المكالمات مسجلة في كواليتي كنترول مدربين كيف يحكوا مع الزباين إذا صار في مشكلة مع الزبون بتتسجل بنفتح تيكيت يعني كيف زي ما بصير معك بأي ويب سايت أو بأي بصير عندك رقم تيكيت كومبلين بصير بوصلك أبديت فمش إنه الزبون بصير كل يومين ديرين عليك إيش صار عشانه بتصير المشاكل بالفيل تبعنا إنت بتحكي لما نظف ألف إطعة والفين إطعة باليوم ممكن إطعة تصير لخبطة إطعة توقيت فلا كتير مهم الكاستمر سيرفس دائما تعتزبون أبديت برتاح يصير عنده مشكلة بتتبع له إياها كل شيء يكون لوقت فهذا كان ميسنج يعني ميسنج من هاي الإندستري وإنت لما بلشت بهذا الفكرة بلشت هيك يعني قصدي كيف بلش إذا طلعت قلت أنا بدي أعمل سيرفس بدي أعمل تكنولوجي فكانت هاي الصورة الكبيرة لا ما كانت متبلورة بس اللي صار إنه بلش يصير معنا مشاكل أو issues أوكي كيف بنا نحلها بس دغري بلشنا نطور يعني ما عدنا نتفرج إيش الوضع الحالي كيف بنا نعمل هذا الإشي أحسن أوكي بدنا نكاستمر سيرفس يلا أعمل كاستمر سيرفس ديبارتمنت بصير معنا شغلات بالمالية لا أعمل دائرة مالية في ناس بصفة بدها كشفات حسابات وبصير تتعامل مع شركات إلى آخره فهنا تحول الموضوع وإذا ويا له هذا الموضوع أحب أخبرك اللي نضاف لنا بعد ما عملنا الست ودهلنا أعمل لكل مكان تزبط كل مكان ونضفوا دربالوا عليه وكذا هم شركتكم موشي وش أحب أخبرك إنه بالصدفة كمان بالصدفة لك تعرف الحمد لله الحمد لله فهنا تحول الموضوع من أنه نبنيها كشركة وليس يعني شركة بمجال شركة في دوائر في تخصص في فهنا يعني صار إنه نبنيها كشركة وليس كمحل يعني حتى لما أنا إجتني الفكرة إنه كان كتير ناس يحكوا لي إنه أنت دارس ومهندس ودارس بالسويد وشو دراكلين إنه ماكواجي إنه هيك إنه إشي سخيف يعني جدي كأنكواجي أسبابه عكتهم لا إحنا بدنا نعمل إشي جديد نعمل شركة بدنا ندخل تكنولوجيا وروحت سافرت على ألمانيا وسافرت على دبي ولفيت إنه إش إنه صرت أشوف شو فيه إشي جديد وكان فيه مثلا بيصير زي إكسبو كبير كل خمس سنوات بألمانيا بفرانكفورت عن الضافة عن الماكينات وإيش فيه إشي جديد وكل المصنعين بيكونوا جايين من أوروبا من الصين من أمريكا بيعرضوا الأخير وكيف عرفت عنهم هذول؟ ريسورج 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 وهذا اللي إذا ما عملت ريسورج هذة كله كنساتك بالسولر كنا يعني بالضبط لساتنا بالسولر هذا ريسورج قبل ولما بلشنا كبان بلشنا بار تايم كيف بلشي؟ يعني لما بلشنا الشركة بلشنا نحضر الفكرة قبل ما هنا ممكن حاب أحكي إنه قبل ما بلشنا الشركة رسميا شو كانت كيف قدرتنا نجيب مثل تمويل أول أخير هلأ أنت 2018 رحت عدى المحل اللي شميت فياته الريحة اللي عجبتك كتير رزا لشانت تحكي تفاصيل أكثر 2017 لشانت تحكي فياته التفاصيل اللي كتير لحكيتها تحت الهواء بس شوف إن شاء الله البخدت وبلشت الفكرة 2017 2018 بلشت تشتغل الموضوع بنهاية 2017 بلشت نشتغل الموضوع عملنا زي ديمو للأبليكيشن بس قبل هيك أنا لحالي كنت عملت زي بزنس بلان بسيطة وحكيت بدي أعمل الموضوع لحالي يعني ما كان خاطر ببالي إنه ستارتاب وشركة والآخري حكيت خلص بعمله لحالي بعمله أزا سايد بزنس البضل بشغلي وبعمله أزا سايد بزنس بعمله شوب صغير مرتب كون إيكو فرندلي حلو وبعمل أبليكيشن ما كان فيه أسطل أبليكيشن فعملت زي بزنس بلان بسيطة وحكيت بدي أروح أجيب تمويل وقتها ما كنت تفكر بإنفسترز أو إشي حكيت داروح للطرق التقليدية داروح بانك وقتها كمان كان إنه بتذكر نقابة المهندسين بعطوا قروض للمهندسين حكيت داروح نقابة المهندسين فروحت أوشاع البنك حكيت لهم واحدين ثلاثة حكولي أعطينا بزنس بلان عطتهم بزنس بلان بعد يومين رفضوها حكولي هذا عطوني سبب إنه غير مش مجدي أو إلى آخره فكيت أوكي رحي تعالي نقابة لهندسين قدمت البزنس بلان دعمل واحدين ثلاثة نفس الإشي حكولي لا ومش مجدي وبدك تجيب كفلة يعني عقدوا الموضوع بطريقة كبيرة فصفة ما حدش رضي يمول مشروع زي ما تحكي طرق التمويل التقليدية فبهذاك الوقت كنت بحكي مع صديق لي بحكي له أنا بدي أعمل واحدين ثلاثة هو كان إله خبرة بالستارتابس وهذه الأمور فبحكي لي طب ليش ما نروح لمستثمرين ونجيب فندز وهو بحكي شغلات أنا مش فاهم شو هي يعني أنا زلم مهندس تكنيكل ما بفهم بهذه الوصص وحتى يعني الفكرة جتني أنه أعمل إشي كمان تقني يعني نوعا ما فبحكي لا منروح منجيب انفسترز والآخرهم حكي له أوكي منجرب فهونا بلشنا الرحلة أنه ندور أحدا هلأ كان فيه برودكت هاي المرحلة ما كان فيه برودكت كان فيه فكرة فقط يعني أنا بس عملت ريسيرش كتبت الريسيرش كان فيه عبارة عن كانت فكرة ما كان فيه برودكت فهو ممكن هون كان الموضوع عشان هيك صعب يعني ما كان عندنا القدرة المالية أنه نبني المشروع عشانه مكلف فيه مكينات وفيه سيارات وغير موضوع الأبليكيشن يعني فيه عندك جزء فيه أصول يعني ثابتة مكلفة يعني وما كنا حابين نعمل إشي زي الموجود لنعمل إشي أحسن نستورد مكينات من برة فهونا بدنا تمويل يعني لازم بدنا تمويل فالناس قطروا علينا أنه روحوا على فيه أكتر من اسم عطونية أنه روحوا قابلوهم اعرضوا عليهم الفكرة فبلشنا نحكي ومين بيعرف هذا ومين بيعرف هذا وقابلنا الأول حكنا لأ الثاني لأ الثالث لأ عبل ما قابلنا شخص اهتم بالفكرة وبعدين استثمر في الفكرة فهيك كان يعني المشي الموضوع وبعد ما استثمر استثمر على استثمر على طبعا إذا هلأ بتفرج على إيش كنا عاملين هلأ الفكرة هي نفسها بس شو كانت شكل البرزنتيشن شو كان أنا أستخدم آه يعني كانت إشي مضحك بس هو آمن فينا يعني شاف آمن بالفريق هو الشخص آمن بالفريق وصفة إنه دائما يحكينا لا روحوا وضبطوا واحد اتنين ثلاثة وارجعوا ونرجع يحكينا لا بس هاي مش منطقية هاي غلط ارجعوا اعملوا درسكم وارجعوا لي فيعني عبر المصار وان مرة مرتين ثلاثة عبر المقتنع واستثمر كانت لسه فكرة فعني عملنا ديمو للأبليكيشن هو الاشيء الوحيد اللي عملنا قدي أخذ وقت أخذ يمكن ثلاثة أشهر يعني عملنا تطبيق وعملنا ديمو عملنا للديزاين وكان فيه كمان من أصدقائنا ديفلوبرز وهات ساعدونا الموضوع فعملنا الأبليكيشن بس البرودكت نفسه اللي هو الدراكلين ما عملنا يعني ما كان فيه كيف بلشت بعدين عملت عملنا هذا كيف بلشت في مكان أخذته يعني أخذت الدراكلين عادية عملتها ولا إيش هلأ لما صار فيه استثمار ونضخ أول جزء من الفلوس واستأجرنا محل محل عملته ولا موجود محل لا عملنا إحنا يعني أخذنا مشغل فاضي حتى ما كانش فيه شبابيك ما كانش فيه يعني أملت زي صاحبك بالضبط يعني أخذناها فاضي ما كان فيه إشي وإحنا أسسناها من الصفر استوردنا المكينات يعني حبنينا كل إشي من الصفر وهنا أنت سفرت على أكثر من دولة عشان وهنا سفرت أكثر من دولة شفت رحت على شركت شفت هذا الإكزبيشن شفت إيش فيه إيش جديد بلشت أرأسل الشركات حتى فيه شركة رحت عندهم عملت رحت جرد المصنع عملولي تدريب يعني فرجوني كيف بيشتغلوا كيف بيشيلوا البقع يعني دخلنا بالموضوع شوي علمي هنا يعني صفة أنه فيه ساينس بالموضوع مش موضوع خبرة لا فيه كيميا هنا أنا يعني بلشت أفنع شوي بيتي ومطرحي بلشت أفنع شوي أنه لا هاي مادة قاعدية هاي البقعة كذا بشيلها كذا فهون صار فيه شوية يعني زي بتحكي علم بالموضوع فإحنا زي دمج من العلم والخبرة يعني جبنا بعدين وظفنا ناس من السوق جبنا أحسن ناس كان بدنا أكون جبنا أحسن ناس اللي هم من الصناعية كيف عرفت عنهم؟ بس عملنا إعلانات نسألتها نعمل إعلانات يعني نزلنا إعلانات وصاروا الناس يجون يقدموا آه أنت أين شغال شغال هنا أدي صلك إلى آخره وظفنا وبعدين أنا صرت أضيف عليهم يعني صرنا نعمل الموضوع سيستمايز أكتر يعني هم انشغلين بإشي معرفة يعني ما بعرفوا ما كان عندهم زي نظام شغلي عليه فهنا بلشت نطور الفكرة استوردنا الماكينات وهذا الحكي طول عادي يمكن بسي تأشهر فهذا نحكي سنة 2018 سنة 2018 فعبد الموصلة للمشينز والأخره كنا عاملين أبليكيشن وعملين كنا درساتك بشغلك هلا هون المستثمر طلب مننا شغلي حكينا ما برضه أحط فلوس غير لما تتركوا شغلكم هلا هون صار في عنا شوية يعني هون زي ما بتحكي بدك تعمل القفز الليف الفايف انه بدك تترك شغل وشغال منيح بتاخد راتب كويس كنت تزوج وقتها؟ كنت لا لسه كنت لسه مش بتجاوز فهذا يعني اشي كمان بساعد مش هحطان بالبيت اليوم يا صاحبي عشان الوضوع ما أخذ كتير كتير طلع على الكاميرا برر أنا مش فعله مش أصده يعني كان هو أصده يعني عشان هكذا نهمكم يعني فوقتها بالضبط شو كنا بنحكي؟ نحكي أنه ما بتتزوج فكان أسهل لا أنه كان أسألك المستثمر أنه المستثمر حكينا لازم تتركوا شغلكم لازم تشتغلوا فول تايم فوقتها كنت أنا وكان معي كمان ثلاث شركاء نحن كلنا كنا بنشتغل كلنا كان شغلنا منيح كلنا كان نشتغل الموظفين تعرف تروح البيت على الخمسة فيش دوم يوم السبت تروح من الشغل خلص تفصل من الشغل فحكينا لازم تتركوا شغلكم تشتغلوا فول تايم تعطوني كوميتمينت لمدة أربع سنوات أنكم بظلكم شغالين بالبزنس فحكينا خلص تنجرب يعني يعني عشان نعمل هاي الفكرة بنا نجرب فكلنا استقلنا من شغلنا وبلشنا شغل فول تايم بآخر الالفين وسبعتاش آخر الالفين وسبعتاش آه هو حط الانفستمينت حط الانفستمينت فانتو تورتوا الاب وشغلتوا باكناتو انتو فول تايم بالشركة وحنا فول تايم بالشركة نعم يعني عابلما صار فول تايم نشتغل على الاب طلبنا الماكينات عابلما طلبنا الماكينات استأجرنا المحل زبطنا المحل عملنا التمديدات الى اخره جبنا الماكينات عملنا البراندينج ولساتو الأول مكان يعني أخذتو لحد هلأ نفسه نفس المستثمر نعم ضلوا معنا وكتير دعمنا يعني هي من مجموعة نقل بيأمنوا بالشركات وكثير دعمونا وزي ما حكيت إذا بنرجع لورا كان الفكرة صحيحة بس كانت البيزنس بلان وإلى آخره يعني كثير ساعدنا بها الموضوع حياتي لغسان وقلية حبايبي الاثنين فهم يعني آمنوا وآمنوا بالفريق واستثمروا معنا وبلشنا بالفكرة وبعدين قلت لي لما بالفترة بس بدي قبل من النط على 2019 وعشرين أنه هون الأفلام اللي صارت حلوة كثيرا قبل كورونا صار في الأفلام كثيرا أبدأك تحكين لعنا هلأ لما كنتوا عم بتمددوا المكان وعم بتسووا كنتوا عم بتفكروا بالسيستم كيف هيكون أنه هون حتدخل قطعة هون حتدخل كذا هيك حبتطلع كيف فكرتوا بالسيناريوز أنه كان هذا وقتها؟ عملنا عملنا دراسة وشفنا إيش إيش الوضع الحالي بس زي ما حكينا مع الوقت بلشنا نطور يعني كل ما صارت تواجهنا مشكلة نحلها وكثير قلتنا غلاط يعني بالمكينات بالفلو تبع الشغل بس بلشنا بس الحلو أنه كل غلطة ما نعيدها يعني أي غلطة بنعملها كنا نطور الشغل والنظام الشغل والآخر فالفكرة من الأول ما كانت واضحة بالمية بس كاكا سيستم بس هو الأخير بس هذا الحكي كله بلشنا نبنيه يعني مع الوقت ومتى المكينات اشتغلت؟ الأب اشتغل أول أوردر منذكره؟ أول أوردر كان بشهر الثلاثة 2018 شهر الثلاثة 2018 بس كانت المكينات جاي؟ كانت المكينات جاي أخدت تقريبا ثلاث أشهر عملت الأوردر أوفر أب ولا عملته مانيول؟ لا عملنا أوفر أب يعني تستنا عملنا تست للآبليكيشن ونزلنا وبلشنا أوش طبعا عملنا بس للأصدقاء وبلشنا نجرب عشان بتعرف أول الفيز بكون فيه كتير مشاكل بس لا كان لايف يعني في سنة 2018 شهر ثلاثة كان لايف وكيف كانت سنة 2018؟ كان سنة 2018 يعني حلوة كثير كان فيها كتير شغل وبتعرف يعني أوليتها كنا نعمل كل شيء مالية محاسبة أنتو الأربعة إحنا الأربعة يعني إحنا عملنا زي خصصنا يعني كان حدا مستلم التكنولوجي كان حدا مستلم الأمور المالية كان حدا أنا كنت مستلم الأمور التقنية ونفس التنظيف وكان في حدا مستلم الأمور اللوجستية التوصيل والسيارات والروت بلانينج وعملتوا سيارات من أوليتها اشتريتوا سيارات؟ اشترينا سيارة واحدة كبير من أوليتها وبعدين بلشنا نزيد السيارات حسب هذا إحنا الاستثمار كان على مراحل ويمكن هنا كان في حكمة إنه بتخيل لو أخدنا المصاري كلها بالبداية كنا عملنا يعني كنا ممكن كتير ضياعنا مصاري أكتر صح صح فكان على مراحل وكل مرحلة إنه لما كنا نحقق مائلستون معين تدخل المرحلة اللي بعدها بالضلط 2019 كيف كانت؟ 2019 كانت سنة كتير منيحة يعني صار في عدنا تقريبا 200 بالمية ما شاء الله الحال يعني زلنا عدل الموظفين زلنا السيارات فصار في أقسام هون ولا لسه ما صار في أقسام؟ هنا ما كانش لسه في كتير أقسام لا هنا عملنا القسم المالي يجبنا مثلا محاسب يعني كنا بالبداية ما حكينا نلاق شبنا محاسب وإحنا شركة صغيرة والآخر هي كانت طبعا هون من الغلطات اللي غلطناها لازي يكون في جبنا محاسب بس لسه كان هون بلشنا بالكستمر سورفيس نعملو آه 2019 2019 بالضبط صار في كتير مكلمات صار في كتير ناس تحكي صار في شغلات لها متابعة وكان يحكو معنا إحنا شخصيا يعني كصحاب شغل آه طبعا طبعا إحنا دائما نرد بس مرات ما بتقدر صار مصلا يجيكمي التليفون التليفون ما يوقفش عموبايل والوالي يرن ويطفي وشحن ومشحن فهنا لأ حكينا أوكي بدنا نعمل كستمر سورفيس كيف نعمل كستمر سورفيس بدنا موظفين بدنا نعمل مقسم بدنا الاخرين فهي صارت تطورات من الحاجة معظم الأوقات وبنفس الوقت إحنا كنا فيه ببالنا إشي يعني فهي صارت من هون ومن هون بس الحمد لله ما يكون فيه شغل وفيه زخم وفيه هذا لحالك بتبلش تفكر كيف بدي والشركة في 2019 كانت بتعمل يعني ريفينيو أما ساعدها هنا تكمل كان بتعمل ريفينيو طبعا ما كانت تربح طبعا كيد يعني لسه بالبداية ما بتربح بس كان فيه ريفينيوز ممتاز يعني من الحمد لله من أول يوم فيه ريفينيوز أه الحمد لله و2019 قلتلي صار عندك فلام؟ 2019 صار عندنا أول فيلم صار عندنا أول فيلم إنه فيه اتنين من الكو فاوندرس قرروا يتركوا الشركة اه من الأربعة؟ من الأربعة لأسباب شخصية فيه حدا هاجر طلع له هجرة برة متوقع اه متوقع وفيه حدا كان عنده هو أوريدي بزنس تاني بس كان مسلمه لحده وصار فيه عنده مشكلة وطر يرجع للبزنس تبعه فهونا نزلوا الكو فاوندرس من أربعة إلى اتنين وصار فيه فاقي صار فيه فراغ يعني عشان كان احنا كنا عاملين زي تخصص نوع كل حدا مستلم منطقة بس خلص صار هذا الاشي فهونا بس أنا شعكت مع غسان يعني مع النقري جروب مصح كانوا فيه كوميتمنت أربعة سنين ناتو ليف؟ كان فيه كوميتمنت أربعة سنين ناتو ليف هلأ هنا كمان بدي فيه شغلة مهمة كتير يعني مصيحة لأي حد جديد دعم البزنس الأمور القانونية لازم من البداية تكون جد كتير واضحة يعني احنا صح عملنا كتير شغل بس عشان فيه شغلات حكينا لأ وخلص وخلص وخلنبلش طبعا آه إنه خلنبلش وبعدين منضبط هاي الأمور فما كانت كل الأمور القانونية يعني ست مية بالمية ومعنا معنا صحاب من يعني احنا أربعة كو فاوندر صحاب من احنا وصغار بس هاد الحكي بالشغل مش كتلا يعني شي أنت دائما تسمع عصص إخوان أو أولاد عم بكونوا بشركة وبنفصلوا وكل واحد بيعمل لحاله أو الأخري دائما الأمور القانونية لازم تكون يعني هاي نصيحة كتير مهمة دائما والسيناريوز مدروسة كمان السيناريوز مدروسة ربما طلع هذا إجياد شركة محاما إلها مشتغلة مع مثلا ستارتابس مشتغلة مع كل هاي الأمور تتضبط وتتحط من أول يوم عشان ما تصير مشاكل من هذا النوع ومرات بتتفهم يعني مثل شخص إجاء هجرة لبرة يعني مش رح توقف طريقه يعني أو إجاء شي أحسن الله أعلم يعني مش رح تش تحكي له لا وما فيش تروح يعني بتتفهم فصارت هاي أول مشكلة إنه طلعوا طلعوا كو فاوندرز بصفينا إحنا بدنا نغطي محلهم فاستلمتوا عنهم فاستلمنا عنهم يعني الشغل الأربعة صار اتنين يعني اتنين اشتلموا شغل الأربعة وهنا بلشنا نفكر كمان إنه لازم نطور الشباب يعني المعنى كان في أكتر من شخص شفنا فيهم الـ potential إنه يتطوروا سألنا نحكي أوكي خلنا نجرب نعطيهم مسؤوليات بالبداية كنوا خايفين إنه لا وهذا طبعا غلط اكتشفنا إنه غلط لقدام إنه لا ما خلي كل إشي عنا ولسه الشركة جديدة برش تصير مشاكل بس إذا بتعتمد على حدا وبيفرجيك إنه في عنده يعني الشباب إنه فيه كتير potential فبلشوا هم إنه يمسكوا ويحملوا فهونا اكتشفنا إنه لا صح كان فيه شغل كتير علينا يعني سوف الله بدأ المشتغل 10 ساعات اشتغل 15-16 عشان ده يغطي تزوجت هون هون نعم أكيلي ايش بدك بس أكيلي ايش بدك عشان عشان خلص حلقة بسرعة بس يعني هون خلص إنت بلشت أعطتكم ميتمت دخل معك وستثمرين ما فيش مجال يعني ما فيش مجال تحكي بدك دبر حالك يعني أو طب بلش نشتغل معاهم بس ضلينا إحنا كمان مسكين هذا الموضوع يعني ضلينا مسكين هاي الأمور ممكن حتى أكتر من 16 ممكن لحد سنة لعبل ما فيه ناس من التيم قدروا يطلعوا ويعملوا هذا الإشي وصراحة أبدعوا يعني معظيم 2019 كان فيها أفلام تانية ولا بس لأنه جايك فيلم كبير جاينا فيلم الأساسي صار إشياء تانية ولا كان هذا أكبر تشالنج لهذا كان أكبر تشالنج كانت الأمور التانية يعني تمام وكان فيه growth كان في growth كتير وممتاز كان في growth كتير وممتاز بلشت شركة كبار بس طلعنا منافسين بهذه كل فترة يعني إحنا ما بلشنا ما كان في حدا كان معنا منافس واحد بلش ويطلعوا منافسين بنفس الفكرة بس أنت كنت وقتها مازن أنتو كنت متخلصين بس بالأواعي صح؟ بس بالأواعي وقتنا ما كنت تدخل سيرفرس الثاني لا بس بالأواعي فكور أوعي كان بس الأواعي نعم رهيب وبلشت سنة 2029 وأنت بتحمس خلص زي سنة بدك تعمل وكان شغل كويس كان شغل كويس أنا في 2020 طبعا كورونا كل حدا نفس الإشي shut down وأفرش شغل سكرنا إحنا كان لدينا مشكلة كبيرة وكان كل قطاعات مشكلة بس إحنا مجال الخدمات أنت بتحكي تقريبا 40% من مصاريفك هي عبارة عن رواتب ضبان اجتماعي عندك عدد موظفين كبير يعني ما تكون الشركة فيها عدد موظفين قليل أكيد كورونا أثرت عليهم بس مش متطر تدفع رواتب يعني عنا رواتب كتير إحنا إذا ما في ريفنيو ما في إرادات صوفي عم تدفع رواتب عالية فسببت لنا مشكلة كبيرة وبلس إنه زبيننا خلص مش حدا بيطلع مش حدا بيجي يعني لسه الأكل اشتغلوا الأدوية اشتغلوا قطاعات كتير اشتغلت إحنا دراي كليين بات الناس تطلع بات الناس تيجي كنا نشتغل مع بزنسز يعني مطاعم أوتلات كله سكر حتى لما بعد كورونا فتح بلش الفتح الجزئي لسه كان فيه الأغلاق الجزئي الناس بتخاف تطلع على بتطلع تروح تيجي كافيهات وحتى برد راكلي صار ثانوي هلأ كمان أصار نسبكر بالأشياء الأساسية مش بدأ أصرف كمان بعدين شغل من البيت بدل ما تلبس بدل ستلبس تي شيرت يعني ما في الشي كله أونلاين الناس بطلت تطلع فوقتها وقفنا وقفنا تماما فهذا كان يعني كتير challenge كبير بالألنا الحمد لله عملنا شغلات قدرنا أبدا كتير على الشغلات لأنه فجأة واحدة لقيتك أعلنت هناك وقفت الأوبرايشن هذا بس بلشت شي تاني بلشت أصلي ما وقفت شي دخلت need بهديك الفترة دغري بلشنا يعني أوكي وحكينا شو ما نعمل هلأ يعني خلاص في الشي في الشغل وأنت متخيل وقتها ما كنا إحنا نفكري الموضوع شهر وشهرين يعني كان من حسسونا حجم الكارثة أنه يعني ما بتعرش روح يصير بالعالم وكنا بهذه المرحلة صح أنه ممكن خلاص نهاية العالم أنه إيش بيصير وسأنا نفكر خلاص الشركة انتهت ممكن هذا الموضوع يعد 6 شهر سنة شو بدنا نسوي عندك موظفين كيف دم يعيشوا كيف إحنا بدنا نعيش إلى آخره بدك تأمن لهم إيش يعيشوا فيه فوقتها بلشتنا نفكر شو بدنا نعمل أول إشي خطر ببالنا أنه نعمل عشان إحنا كان لدينا وكالة كمان مواد كيموية المواد اللي نستخدمها بالتنظيف إحنا كنا وكلاءهم نستوردها آه ما شاء الله ففكرنا نعمل موضوع التعقيم نتذكر موضوع التعقيم اللي تروح بترش طبعا طبعا كورونا فدغري قدمنا على ترخيص على ترخيص وطلعنا ترخيص بأول أسبوع من اللوك دام آه نايس أعطونا ترخيص لعشرين من المئة من الستاف أنه نفتح المحل ونبلش نعمل الموضوع التعقيم بس كان بدك كان بدنا جبنا الأكوبمنت هاي آه وبلشنا نطلع نعمل التعقيم وأنا كنت أطلع عمل عقم بنفسي يعني لبسنا اللاب كوت والكمامة والماسك كنا نروح على بيوت زبيننا نعقم آه هاد الحكي طبعا ساعدنا نصفي نجيب شوية نجيب شوية نجيب شوية ريفنيو شوية ريفنيو وقدرنا نتحرك يعني كل ناس كانوا حبسين البيت أنا كنت أطلع نلف طبعا بتحسوا بشعور بالحرية أوه من سنعك طبعا تحس شعور بالحرية بتوقف دوليتون هاي التصريح حرف شعورك إنه يعني مية 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 فصرنا نطلع نعمل هذا موضوع التعقيم فساعدنا شوي وفتحنا الفسيليتي يعني فتحنا الفسيليتي وبلشنا نمكن إحنا الشركة الوحيدة بهذا المجال دراكلين اللي قدرنا نفتحها وقتها عملنا موضوع التعقيم وصار فيه 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 ديماند عالي لا صار فيه ديماند كتير عالي آه ماشاء الله صار صار فيه ديماند كتير عالي وزا بيننا أريد اللي معرفوا إننا فتحنا صارنا إحنا يعني اللي يحكوا معنا بيعرفونا يعني تعالوا أقمونا البيت تعالوا بدي أرجع على البيت بالليل وجاي وكورونا ورش حالي يعني لما تتفرج لو وراء بتضحك يعني شوية بتضخوا على البيت بترش حالك بتشلحكوا لأواعيك بتحطهم بالغسالة أذكر أختي مرة طلعت أجيب شغلة كانت حاملة شو لاحطي الأواعب بره 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 فتخلت على البيت جديد بالضبط بالضبط فعملنا هذا الموضوع التعقيم ساعدنا جاب شوية جاب شوية ريفنيو كمانا الموضوع اللي كتير ساعدنا إنه الحكومة عملت موضوع قروض كورونا دعم للشركات إنه تبتقدم بعطوك قرد بغطي رواتب الموظفين لثلاث أشهر من غير فوائد فبما إنه الحمد لله إحنا شركة وكل إشي قانوني وكل إشي نظامي قدرنا نقدم على هذا القرد الحمد لله ومن خلال البنك المركزي بس من خلال البنك الاتحاد فعطونا القرد بسرعة رهيب وهونا صفينا قدرين ندفع رواتب للموظفين ما روحنا حدا يعني في كتير شركات نعرف بمجالنا حقا كل الموظفين خلص يعني ما بنقدر نعمل إشيء عشان يكون قانوني عشان يكون قانوني بالضبط يعني هنا هنا إجت النوع حكينا الحمد لله إنه كنا كل إشي قانوني قدرنا أخذ هذا القرد وندفع رواتب للناس ونمشي حالنا يعني فهذا كتير ساعدنا وهونا بلشنا نفكر بموضوع الخدمات التانية آه فكانت كورونا هي كانت كورونا هي اللي فكرنا إنه أوكي وقف الدراي كلين نسكر الشركة يعني افرض بكرة صار إشي زي هيك يعني خلينا نعمل زي تنويع أو للإيرادات أو diversification ما نكون معتمدين على إشي واحد رهيب وبما إنا بلشنا ندخل بيوت الناس هم منصاروا صرنا نشوف أخو لك أبدي هيك أبدي هيك آه ليش ما تعمل هيك ليش ما تأخذ البار ليش ما تعملنا العفش فهم بلشنا ننشئ وها إيجت بعد كورونا مباشرة هاي إيجت بعد كورونا مباشرة بالـ 2020 ويلونشت ثلاثة سيرفزز جداد اللي هم اللي هم من دراكلين الأثاث بالموقع اللي صار معنا اللي صار عندكم اللي هو مثل كنبيات العفش الفرشات النوم الأخير هي بيطلع فريق جهزنا فريق يطلع يشتغل بالبيت وهي السيرفز كمان يعني احنا كل السيرفز اللي بنعملها احنا بنعملها بالبداية يعني أنا شخصيا كنت أطلع على البيوت أوه طبعا طبعا وكذا عشان بنينا هاي السيرفز وطرحناها بعدين عملنا خدمة دراكلين السيارات بالموقع أوه نايس مثلا نروح على البيت بنعمل دراكلين بالموقع والسيارة وعملنا خدمة اللي بسميها تنظيف المنشآت أو المنازل بعد التشطيب يعني إذا حدا باني بيت جديد دهان ما دهان كون تعرف الأرض وصخة في بقايا دهان الأخري منشتغل هذا أنا بقولك شهلي أظن هذا الإشي اللي عملناه عندكم هون آه يمكن هذا هو بعدين طلبنا برضو الفرش بزول لك يا واحد من تيم الإشياء اللي حكاها بقولك رهيبين كان أسهل إشي على الوقت مش عشانك موجود بالحلقة يعني عبدا كان على الوقت سهل الأب سهل كل شي سهل إجوا على الوقت يعني بس بهالنيك يعني إحنا أخذنا نفس الابروتش يعني عملنا خدمة حطناها على الابليكيشن بساعدة كله بده اكوپنت جديد صح كله بده اكوپنس جديدة وبده بروسيس جديدة وبده تعمل تعمل بالابليكيشن يعني الناس يعني صار الووشي ووش بلش يتحول من تطبيق لخدمات الدراكلين لتطبيق لخدمات التنظيف منطقة جداً فأنت صار تدخل على التطبيق تلاقي مثلا خدمة الدراكلين الأواعي خدمة الدراكلين السيارات خدمة الدراكلين أحسان فهونا كمان بلش الموضوع سهل تكروسل هاي السيرفيس لنفس الزبون ينزبون أوريد عم استخدم صاله سنتين بدراكلين الملابس صار في زي علاقة وصار في زي ثقة فبتش تحكيلو مثلا عندي خدمة جديدة يجرب بزبط إنه بنيت الثقة بنيت كزا لو إشي تاني كمان إنه أحيانا ما في داع تشوف الصورة كاملة إنه السوق الحاله حيخبرك إيش بدك إذا كنت جاهز تسمع صح؟ مظبوط السوق الحاله حيخبرك هنا في نيد هنا في نيد هنا في حاجة أشتغل هيك سوي هيك وكانت نهاية 2029 وصار في ديماند على كل هاي السيرفيسز صار في ديماند على كل هاي السيرفيسز وهونا كمان بعد ما طلعنا من كورونا يعني صار في عندك كروث يعني أكتر للسماع فيه 2017 الحمد لله أول شي عشان كل ناس رجعت واحد بعدين السيرفيسي الجديدة كلها اشتغلت الحمد لله فيعني الموضوع هذا زي صار أنقذنا من كورونا يعني ما ما ضطرينا نعمل أي يعني هو القرض اللي أخذنا الوحيد بس ما ضطرينا مثلا نروح نجيب استثمار نروح موظفين الاخر بس هنا كبرت التيم هنا كبرنا التيم هالك هكبرتו هنا كبرنا تيم منيح يعني صار في عندك سيرفيس جديدة كل تليست تيم لكل سيرفيس جديدة من شخصين لثلاته كبرنا نفس التيم اللي بالمحطة صار مثلا زادوا على الموظفين زادوا على السيارات فهونا الأرباح اللي بلش تطلع من الشركة صرنا ندخلها الحمد لله عشان نكبر البيزنس و 2021 و 2021 و 2021 و 2023 وهي في growth في growth ممتاز وظلت تخدم بس الأردن اليوم واشي ووش ولا عم بتروح سوق تانية حالياً واشي ووش بس تخدم الأردن وفي تفكير حالياً دي الأسواق تانية وخلالة السنتين الماضين زدنا كمان services فيه services كمان داخلات ولا حكينا إحنا بدنا بس ما فيها service بقبولة بس من niche market يمكن أنت بالنسبة لك بهمك يكون scalability أو scalability demand عالي حالياً داخلها service شغالة صار إشي ضفت لا ما ضفنا services جديدة يعني service غسية للسجاد كمان شغالين فيها بالأول بشكل بسيط كمان طورناها وكبرناها وزدناها عنا بس لا services يعني مسيكنا هدول خمسة صار عنا services بسرنا أركز ده فيهم كمان في عنا كان service مش شغالين عليها كتير اللي هي حكيت لك عنا وكالة chemicals بسرنا نبيعها مثلا للأوتلات بطر فيعني صار في عنا خمسة services هنا بلا يعني صار في شوية توسع وصار في demand يعني صار في demand علينا عالي من وقت لو بطل عندك service وحد صار عندك خمس services بدك تعمل marketing خمس مرات بدك تعمل بدك تعمل departments بسقول له أنه هم related فسمتايمز انت شوف بتاقردي داخل بيوت الناس بزرط انت قردي عم باستخدمك بدي يحكي ما حدا يقول له بسان احنا نفس المبدأ نعرفكم حكينا معاكم وعرفوا 100% نحن كمان حبينا نظلنا متخصصين بخدمات التنظيف يعني نحول زي بحكينا الابليكيشن لابليكيشن شامل لجميع خدمات التنظيف في جزء من يعني من زبيننا صار حكينا يقترح علينا service جديدة مثل مثلا واحدة منهم هي خدمة مكافحة الحشرات والآفات انه انتوا بتيجوا عالبيت بتيجوا بتنظفونا ليش ما تعملوا هذا الشي بس شفنا انه لا هذا احنا بطلنا ننظف صارنا يعني نشتغل بأشياء مثلا كيميكلز قوية وهذا فحكينا لا يعني بس انت ما تحمسك كيميائي؟ لا ما تحمسك حبينا دائما نظلنا يعني اشي صديق للبيئة اشي يعني في عنا شوية زي تصور حبينا نظل في يعني كان يصير فيه اقتراحات لخدمات تانية بس ما حبينا ندخل فيها فمسكنا هدول الخمس services وركزنا فيهم رهيب اعطيني ارقام كم بيد دخلنا كم هذا اذا في ارقام اكيد اكيد يعني حاليا اليوم موشي ووش تدخل اكتر بين 250 بيت باليوم اه الحمد لله 250 بيت بين جميع الخدمات يعني اه مفهوم البيك اوب الدليفري بجميع عمان يعني جميع ملاطق عمان تدخل بين 250 طلب يومي اه ممتاز يعني مبيعاتنا للسنة الماضية تقريبا تعدت المليون دولار ماشا الله الحمد لله فهلا يعني عم نحكي بمرحل جديدة للشركة دائما احنا منحكي حد ما توصل المليون هاي مرحلة وبعدين تطلع لمرحلة مرحلة جديدة اه طبعا ماشا الله اه اوش بتمنى لكم كل كلي توفي هلأ بدي بعد ما مازن والتيم والفاوندرز والسيرفوسز وكذا ايش بتحكي للناس اللي دائما بقول لك جس تنفست بشركات نمو تاحة سريع كتير تدخل أسوأ لم مصاري حرقها كبر هلما في قطاعات كتير ممكن يكون فيها يعني فرصة كتير كبيرة انا بعتقد كل القطاعات فيها فرصة كبيرة انت شو بتشوف كشخص اخد قرار يدخل بقطاع هذا قطاع نوعا ما سنين انا شبناها شو بهمني بهمني اميس يجيني بس مدام الحياة تلفت فال لايف السايل اختلف فطريقة تعامل مع اشياء اختلف هلا هون هاد موضوع يعني كتير كتير مهم وكتير يعني هو بصميم احنا ايش عملنا يعني احنا كتير كان الناس لما بلشنا بموضوع دراي كلين زي ما حكيت لك حكونا شو دراي كلين و ومكوى ومش مكوى لا روح اعمل اشي تاني وكان موضوع الفندز وهاد بلش يطلع وكلها بدها بس مثلا زي ما حكيت اشياء جروث عالي بس انا بحكي في فرصة كتير كبيرة بالبزنسز لزينا انه تدخل عليها التكنولوجيا وتطورها عشانه هاي البزنس صار لها زي ما حكيت 30 سنة ما حدا ما حتفرج عليها وهي اشي يعني نيدد يعني هي مش اشي بتستخدمه مرة واحدة بترجع بتستخدمه بعد ثلاثة اشهر هو اشي متكرر يعني البزنس موديل انه انه اشي ريكيرينج في ناس هلا عم تعمل عنا كل اسبوع ففي فيه سستينبليتي وفيه يعني كاش داخل يومي فيه انا بنصح يعني الناس تتفرج مش بس على القطاعات التقنية تتفرج على قطاعات خلينا نحكي بزنسز موملة او مش كتير هيك وتعملها مش موملة مش كتير كول اه وتعملها مش موملة وتطورها وهنا بكون عندك كتير فرصة كبيرة انه تنجح يعني عشان ممكن في شغلات تعملها يكون في كتير ناس عم تعمل نفس نفس الاشي فهونا يعني بنصح اي حدا بكون عم بفكر يعمل شركة او يفكر يعمل ستارتاب يتفرج على قطاعات بدها بدها تطوير يعني ممكن يكون اشي زي زي سمعنا هذيك المرة بشركة بالامارات بتيجي بتوصل لك بنزين اذا اطعت اسمها انه فكرة فكرة عجيبة وغريبة ومشية كتير انتشرت بس هو قطاع يعني مش عاد سيفد يعني اه يعني هو قطاع انه كزيات بنزين يعني عارفت اه ممكن يكون اشي زي dry clean زي ما بعرف فواكه خبار فواكه مخمز مية تارتك اليوم كنت روحت على جامع هيك بصلي وجوئت حدا عامل very nice صراحة عجبتني كتير من نسبة اللي كانت هذا عامل app only to fill التلاجات المية الموجودة في الجوامع فقدها نفسك تتصدق لجامعة تجيب مية فهو عامل sensors جو ولا ايش هي simple ولا ايش sensors فضيت وقل لك order هل قد وبعطيك زي uber وين في جوامع بدها sensors real time real time ايش في مية نقطة فالتين بيجي بس بيعملو بفتح كرتونة المية بيعب المية يعني شغلات زي هيك شغلات زي هيك مش ضرورة تكون مثلا طبعا هيك اكيد شغلات ميحة فينتك الاخرية بس مش ضروري بس تركز او مثلا يعلموا هلأ مثلا بالجامعات وهذا الانتربنورشيب مش بس تروح لهاي البزنس ممكن يكون اي اشي وانت تطوره وتعمله شركة ريادية والاخرية في موضوع كمان مهم انه الناس بتفكر اذا تعمل ستارتاب انه هذا موضوع انه بعد خمس سنين انا بدي ابيعها لامازون وامالين او الموضوع الله يرازقين ممكن بس مش لازم يكون هذا الهدف يعني اذا كان هدفك انه بس تبني شركة تبيعها يعني ابني الشركة انها تنجح وتكون لحالها شغالة وتكون لحالها بتستمع موظفينها ما تكون مثلا بس معتمدة على الفندينج او معتمدة يعني مثلا انا بعرف كتير ناس بكورونا نسكروا طبعا من هداكل انه انا بس عامل شركة عشان ابيعها وبس بحرق مصاري وما بربح بس عشان اكبر بعدين اجت اشي زي كورونا تغير المنظور كامل دائما سيلس 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 بالضط تغير المنظور كامل يعني اعملوا شركات تنجح وتقوم على رجليها لحالها واكيد هاي بعدين رح ممكن تقدر تبيعها بس ما يكون الهدف بس انه ابدأ اعمل شركة ابيعها اقزت اتقاعد انا عمري 30 سنة على البحار معاي ملايين هذا مش كتير يعني يا خيط يعتون اعمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الورج留س أيضا سؤالي كيف شفت فقاقة المجتمع عشان انا توقع أنا سلبي انت pis انك对دنا تستحرا ان الناس Okay انو الناس اوقت في القناة ونمكن أن يتفق يتكاف لهم بدأت الل lay tänتل فمتحول وليس الناس اتفعل لتسلح عندما كنت أبرت هو السلح الناس تغيرت بهذاس كيف صارت تستغلت وهلأ أنت ترى أن الناس عم تتطلق عن تتطلق معظم الأشياء في حياة تغسلوا جديد وأكيدوا يعني معظم هذه الخدمات لأن الناس صارت قطعي هذا مزولتان ربما يتطلق أنت أصدق سلوك الناس بعد كورونا كيف قبل 12-13 كيف بعد كورونا صارت لما زلت الخدمات هذا الأول أن الناس صارت قطعي لأنه أحد يعمرين هذا الأشياء الثاني فهذا ما يقصر فياته يجحل ما يقصر فياته كيف شفت هذا التغيير من الناس تجاه هاتفهم وعشان طرح الموضوع سؤال سؤال واحد واحد لا هذا سؤال كثير مهم أنا كد أحكي فيه منيح ذكرتني هلأ هي كورونا قدمة كانت سيئة بس يعني زي ما تحكي اللي كان مجهز حاله نفت الله وفقه أو كسب بالضبط بلشوا الناس كلها تروح ديجيتل بلشت كل الناس يعني شفت حتى لما صار الأكل أظن كان الحكومة نزلت التطبيقات سند والآخرين المنصات فالناس اللي ما كان حتى يستخدم التطبيقات وونلاين صار إحنا قرد يكوننا جاهزين قرد كعنا أبليكيشن قرد كعنا ديجيتل الماركتينج زي ما نحكي الله وفقنا ظبط معنا أنه صار انتبهوا كل الناس علينا أنه في عندك أبليكيشن لدراي كلين إلى آخره فهذا ساعدنا واحد بعدين الشغل الثاني موضوع اللوكداون بتحكي الناس صار لها محبوسة بالبيوت ثلاث أشهر أو أربعة أشهر فالبيوت نفسها لما أطلقنا خدمات التنظيف بالضبط الولاد عجبوا على الكنبيات اللي عنده حيوانات أليفة وإشي فصار في الناس عندها حاجة لهذا الموضوع وموضوع أنه خلص صار كل حدا يحب يستخدم التكنولوجيا وكما نساعدنا أنه إحنا شركة كنا من أول يوم أنه إحنا شركة صديقة للبيئة منعقم هذا الحكي بالبداية إحنا عملناها وكان في كتير ناس اشتار معهم أو بحكي لك شو يعني أنا بهمني زي ما حكيت يروح قميصي رجع نضيف شو بتعمل جوا بتجيب مواد معقمة إلى آخره ما بهمني فهونا لا إحنا صار لعنا إشي منعقم جبنا مثلا كان لعنا مواد أريدي بتؤتوا الفيروس وكذا والشركات اللي نتعامل معها زودونا بمواد بتعقم فارس كورونا حتى أن واحدة منهم شركة فاين عملت زي باودر أنه بعقم من فارس كورونا أو عيك معقم من مدة ثلاثة أيام أو الأخرى فصرنا كمان دقري نزلنا هاي الخدمات أنه إحنا إغسل عنا بكورونا أحسن ما تغسل من البيت يعني تيجع عنا المواد تتعقق الأواعي بتتعقم إلى آخره فهونا يعني زي ما تحكي الرزق بتحولها لفرصة يعني هنا كمان لازم واحد يكون يعني سريع ويقدر ياخد ياخد الفرصة لما يلاقيها أو ممكن أسأله عشان أخد سؤالك أنه حسيت بعد ثلاثة سنين من كورونا هل صار عادي معتادة عند الناس يعني مثبتة عند الناس ولا عادي نزل التكنولوجي هلأ زاد تحسن بس لا لسه فيه فيه يعني عندنا أثليست بالأردن الناس كتير بتعتمد على التليفون آه ماذا هذا يعني أزل لمرحلة آه بس بسنا برا دول عملت تجد ترانسفورميشن بكل إشي خلاص صار اليوزر آه صار آه هونه يمكن هذا اليمكن ما أصد السؤال يعني زاد زاد كتير الاستخدام للأبليكيشن والتطبيق بس لسه فيه ناس بتحب تستخدم التليفون أو بتحب تيجي يعني هاي هي ثقافة بني هاي هم كاست مرزو بدك تمشي معهم مية من مية يعني يعني ده ممكن تروح يعني بعرف مثلا فيه بلدان تانية حتى بقبلوش الدفع كاش آه طبعا خلاص كله ياته أونلان إذا ما عندك احنا برياض هيك مثلا فولي آه مثلا لسه لسه الأردن لا لسه فيه كتير كاش يعني عبالي الشر بصير كلها فولي أونلان بزلط يعني ما بعرف هي ثقافة بالآخر يعني فيه ناس بتقاف هلأ شوف فيه ألعب لها infrastructure بني تحتية فين ذاك المشرع الداعم والgateway اللي بتساعد حسنين المثال لما تكون انت اليوم عم تشري حسنين المثال لما أجي أستخدم الـ online payments وبأخذ عليك نصف بالمية أو ثلاثمية غير ما أخذ عليك ثلاثة بالمية أخذ عليك واحد ونصف بالمية أو ثلاثم مضغوط فهذا تقول لي لا أروح بالعكس نصف بالمية واحد بالمية بتفهم بدل ما أنقل المصاري على البنك بدل ما سوري يكون عندي حدا ماسك للأكاونتنج مش نضيف سرقني إنسان عرفت؟ فهي بدأ مجموعة أشياء هي بدأ infrastructure هلأ بس أرجع بقول لك إذا في infrastructure proper proper وأماكن ما تستقبل خلاص تاخد قرار من ما تستقبل كاش وصدقني الناس والفولو أكبر مثال click click هلأ احنا كثير مستخدم click 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 صرت عرجان click أنا بأجي بره من السفر ما بقضي وقت كتير بعمان بس بأجي مثلا ما بكون حامل كاش فهو دخل على click ما أطلع بنحرج اسمع يعني كيف رحت عن بالي فحط وراء click هايو يعني فمعناته في مساحة الفكرة للبنية التحتية والمشرع إنه يحرك الناس لهذا الموضوع تفضل عشان إيش في غيرها إيش في أشياء أي خدمات يمكن ما خلق يعني هي الخدمات بين بالبيوت يعني تنظيف البيوت بس ما كنا نعملها مثلا صار ناس يحكي لنا عندي عمارة بدي أنضف الأزاز صار مثلا شغلات داما بالتنظيف يعني هي بس إحنا ما كان عندنا الستركتشر أو الفريق إنه يسويها فهي يعني تنظيف العفش تنظيف المستلزمات النوم طب إجاكم نقل عفش نقل عفش لا باج نعم ننظف نقل لي طيب ما زلني أقولك إذا هيك آخر حلقة قلت لك أعطيني لست بثلاث أربع نصائح سواء لأنتروبونوز لا إمباسترز لا الإيكو سيستم لا هيك هيك ثلاث أربع نصائح هيك كيميائيين كيميائيين تمام أه وطبيعون دا سبوت خلص لازم أحكيها هلا يمكن أول نصيحة هي أهم نصيحة أنه ما 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 تستسلم يعني أكيد رح يصير مشاكل يعني يمكن ما بنعرف حدا يعمل هادي في البزنس وفي العلاقات بالضبط يعني رح يجي مشاكل رح ناس تترك رح يصير مصايب رح يخلصوا المصاري الواحد مش لازم يستسلم يعني زي ما يحكي نزل راسه وظله داعس والله بوفي يعني لازم واحد يضله يحاول 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 إذا كان متزوج أحسن وأحسن كمان إذا كان متزوج أحسن وأحسن كمان ظبت ظبت شأنك دافع يعني ظبتش عملت قرار الحلقة طيق هلا هاي أول شغلة كمان شو اللي هي شغلة كثير مهمة بحكي فيها حكينا لحنا لما سنطلع عنا ناس صفينا مستثمرين بأشخاص عنا دائما لازم نعمل ساعدنا كثير نعمل ونكتب كل شيء ونعمل زي مانيولز عشان يبطل البزنس معتمد على أشخاص ويصير معتمد على سيستمس وهنا بدي بدي فيه كتاب مرة أريته كتير حبيته كتير ساعدني نحط ممكن ديسكريبشن تبعه هنحط بأذوي كل شيء هكي هلا أي فيديو أي لنك أي كتاب الكونتاكت تبعت مازن كل شيء أي شيء هكي أدموه هكي وجوب ديسكريبشن تبعه حق على كل البلاتفورم هو كتاب اسمه The E-Myth Why Small Businesses Don't Work And What To Do About It يعني هو بشكل عام بيحكي كيف أنه تتطلع أنه أنت من صاحب شغل كل شيء متمحور حواليك وتبلش تأسس وتعمل 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 تعطي مسؤوليات للناس اللي تحتك فيه نسخة من العربية كمان بيذوي فيه نسخة من العربية اسمه خرافة ريادية العمل هو نفس الكتاب أو الكتاب نفسه مدرجة نفسه مدرجة ممتاز فهذا كلمان اللي بقيته كتير كتير ساعد إنه هذا إشي كتير مهم السؤولة بيذوي بقولك هو بيحكي برضو إنه كل شركات العالم الكبيرة سؤولة باوت تيمبلتس and manuals بكثار مثلا أكبر دول العالم بقولك كله about manuals كله كله إنه it's about manuals and about templates يعني templates أمين كيف شغل يمشي كيف كذا but it's not about you anymore يعني هذا الحكي إحنا كتير واجهناه بحكي عن مشاكل صارت معنا إلا ما كنا مثلا السنة التانية أو التالتة شخص بموقع معين مثلا زي ما حكيت البطل أو إجاء أفر تاني والله وطلع تصير الأبلكة إنه الشغل معتمد على شخص إذا هات شخص طلع بصير مصيبة طبعا فلا لازم الشركة تكون فيها دائما كل إشي واضح كل إشي مكتوب حتى ممكن أن يجي شخص ثاني يعمل هذا الشغل ويبني عليه إذا عنده الـ فهذا كتير مهم إنه الشركة تكون مبنية على تكون فيها والشغل الثالثة كمان زي ما حكيت موضوع الموضيع القانونية تكون واضحة ومرتبة فيه سيناريوز فيه سيناريوز عشان ممكن تصير مشاكل يعني ممكن ممكن لا بس هاي يعني تكون من فروم دي وان إحنا مشكلتنا بالستارت أبس دام كون بدأ نوفر كل إشي صح يعني آه صح كنت أحكيها يعني سبتمز أخطاء القانونية يعني بفهم يعني يوم ما حدا أخذ مني شركة كاملة كاملة مزحة سحبها مني كاملة وقالوا لك ها الروماني بالشارع خلال ساعة ساعة إن أمور قانونية ما كانت يعني يكونوا بنحكي لا أمار حصير مشاكل يعني داما الواحد هو بحط طبعا الحسن النية الأخري بس ممكن يصير يعني ممكن يصير فداما الأمور القانونية الواحد ما يبخل فيها يبلش فيها صح ممكن هلأ كمان صار فيه كتير زي ما حكيت الأكسليريترز والشركات الداعمة ممكن بعطوا هاي السيرفيس احنا جزء من الأكسليريترز ذات ويبلد كل بروحوا زي ممكن في حلقة من الحلقات الى هشام قاسم حضروها حكينا فيها كتير أشياء عن أمور القانونية وعن كيف الاستثمار بيصير والأمور القانونية اللي يكونوا ببالكم فبالعكس واحدة من الأشياء المهمة بيشتغلوا مع ناس تدعمهم بالأمور القانونية بالملي بجازولهم التمبلتس بجازولهم كل شيء سيناريوز بالعكس بنحط أسوأ السيناريوز مش أفضل السيناريوز دائما ممتاز ايش رابع؟ رابع شغلي كمان شغلي حكيته وبدأ أرجع لها انه دائما في بالك انه يبني ينبني البزنس انه ينجح يعني ينبني البزنس يكون مربح ينجح يعني يكون حقيقي يكون حقيقي ما تبني بس بزنس انه أرقام انه أنا صار عندي بسا مليون يوزر بس ثم ما بتفعوا لك اشي بسا قرفت وفي مرات بيعطوك كي بي آيز وهذا بتكون بينا انه اشي واو بس هي مش حقيقي يعني ما فيش اشي مادي ما فيش بيعيش رح يعيش الموظفين اللي فيها يعني دائما الابني الشركة تكون شركة بتربح لحالها مش قائمة على دائما الفوندينج أو الفوندريزين اذا قلتلك أعطيني اشيين ثلاثة حابتعكيهم للمستثمرين بشكل عام في العالم العربي شو بيكونوا؟ بنانا على تجربتك طبعا ايض طوالة غسان راسك صح؟ صرته براسك طوالة يعني كل الدعم دعمونا لا لا بالعكس بحيب احكي لهم انه زي بحكينا تفرجوا على البزنسز اللي مش بس هي هايبر كروث أو تاك بزنسز فيه في كتير سكتورز ممكن تكون يعني انترستينج وناجحة وتكبر يعني ادعموها وتفرجوا عليها وتفرجوا بالنهاية شو بعملوا يعني أرقام يعني بالنهاية هم بزنسز وبتخيل هالأومن بلش يفكروا بطريقة مختلفة شوي يعني بلش يحكولك بدي شركة بتربح بدي شركة مش بطل لهو الموضوع بس انه اعمل كروث عالي مع انه كتير بتخسر مصاري بس عشان بالمستقبل ممكن ممكن تصير مثل يونيكورن أو الأخري فتفرجوا هاي البزنسز بالعكس فيه ممكن يكون كتير ناس شغلين فيها عندهم ويش كمان؟ ويش كمان؟ وطلعوا علينا ممكن أضيف شغلة للناس كمان عشان تنجح وشو تبي بريبيرت فمازن الزلمة جاي طابع ورقه معه معه ايش البوينتس اللي بباله ايش اشياء حاب يحكيها وحلو عشان انت كتير مهتم انا هعطيك اقولك اذا انت ناسي اي نقطة لا جد بليز شوف اذا في اي اشي ببالك لا جد دايما النجاح بده حدا بريبيرت يعني هو هذا دايما اللقاء عفوي بيحكي لو حدا عن قسطه لكن الرجال جاي وجايب نوت ساعته معه عارف ايش بده يشارك صحولة لا هاي لقيت شغلة صحولة لا كون بريبيرت دايما يعني قول لا ضروري لاز كون بريبيرت يعني خصوصا لما تحكي مع يعني في مرات الانطباع الاول بيكون كتير مهم باي خصوصا مع مستثمر او حتى لما تروح على عزبون او على شغلك العادي بتروح مش متجهز متأخر عن الوقت يعني في ناس لما تاخد انطباع اول عنك مش كويس معا ممكن تكون انت كتير شاطر وممكن تكون انت احسن واحد بالعالم طبعا بس خلص بيحكي لك اكس او انا ما عندي وقت انه مثلا هذا الشخص مثلا تأخر على الموعد ممكن بعدين ما ما يعمل شغله صح فداما الانطباع الاول مهم عشان الانطباع الاول يكون مهم لاز كون محضر حالك فهنا شفت شغلة انتبحت عليها انه داما لاز كون الواحد عنده فضول ويطور ويحسن بشغله ما يفكر انه خلص ختم العلم او ما يكون غير متقبل الفيدباك او اللحظات النمو بالظبط يعني احنا لحد هلأ بعد ست سنين لسه مثلا في زبون برين علينا حكنا والله انتو كتيرا انا بحبكم وصلي بتعامل معكم خمس ستين بس في واحد اتنين ثلاثة انا بزبطوهم مرهيب فيعني مناخد هذا الموضوع على محمل الجد يعني كتير ودغري منطور ومنحسن ونشوف اذا تكرر مظبوط هالاش عم بسير فعننا اشي غلط يعني نطلع من عقلية انه انا الصح وانا بفهم كل اشي وانا الخلص يعني ما ما يعني لحد هلأ كل اشي لسه منطور الشركة حتى يعني اي المصاري اللي بتجينا من ضخة بتطوير الشركة وتحسين الشركة طبعا طبعا فداما تكون عندك الواحد عنده فضول وعنده بخة مفتوح يعني ما يصير يغلط غلطة احنا اجينا على الاندستري هاي ليش نجحنا انه ناس صار لهم ثلاثين سنة نفس الاشي ما عم بطور ما عم بسمعه حتى لما يجي مثلا ناس شباب زينا صغار انه لأ انت شو بفهمك شو جاي تعمل بها احنا صار لنا ثلاثين سنة بنعمل هذا الموضوع يعني انت بدك تيجي هلأ تتغير وتزبط وتطور وتعمل ايش جديد لا دائما في ايش جديد يعني هذا كتير مهم بتأكد ان خلاص كلها نقاط لا فتة مازن بأخر حلقة مازن او شو دي قولك الله يوفقكم كمان و كمان انشاء الله هوش هوش يكون من هام برانز بالعالم بالكون كله انشاء الله بهمتكم الشباب كلها بتوصل لهذا المكان واكتر باخر حلقة بطلب من الضيف انه يقدم فرصة للناس فالوبرتينيتي ممكن تكون مينتورشيب ساشل ممكن تكون حد حاب يفتح دراكلين يتساعد يفتح دراكلين فايش بتشوف مازن دايما بحب تكيف باك للناس كيف باك للمجتمع بايش بيدر ايش بحب يقدم هلا احنا كشركة من كتير منعمل شغلات للمجتمع يعني ممكن شفتها مرات انه منعمل زي كامبينز مرة منها مثلا مع كريم مع بنك الاتحاد انه مناخد الاواعي الناس بتبرع فيها اوه صح ومنعملها مثلا تنظيف وتعقيم وكوي ومنوزعها للناس اللي عندهم زي ما نحكي اي حاجة بالضبط يعني منعمل كتير سوشال كامبينز هلا انا كشخصي طبعا كمازن كمازن يعني انا بابي مفتوح معلومات تعطي موجودة اي حد ازي ما حكيت حابب يدخل بهذا المجال احنا بالمرة ما منتفرج على حدا مسلا جاي يعمل زينا انه لأ منافس وما منعطيه يعني كتير اي جاني الناس قالوا الله انا حاب اعمل كار دراي كليننج انا حاب اعمل دراي كليننج بالعكس نفرجيهم ممكن ضبوا للتشين اصلا ممكن يعني اي حدا بده بده انا رح امون عليك رح حط الكونتكت تبعات مازن او الايميل تبعه وسوشال ميديا تاعته بوصف الحلقات اي حدا فيه تواصل مع مازن سواء ببزنس بالقطع او بزنس بر القطع بنهاية لابد فيه تفاصيل معينة فكرة مالية كيف فكرت فيها منتج كيف تطلع فيه طب بعد طرعت المنتج كيف تبكج المنتج كيف تسعره صح اي تك فيه كتير اشياء اذا مش هو واحد من كول فاوندرس حدا من كول فاوندرس حدا من تيمو او حدا باسحابه كيف خلصت لك العلاقة صبط لك الموضوع ماذا احنا فاخرين فيه كتير فيه شغلة تالي ازبادرحية غسان هلأ كشركة يعني غير مازن شخصي هلأ احنا بلشنا نعمل موضوع الفرانشازينج لووش يووش الفرانشازينج اللي هو حدا ياخد الكونسبت ياخد البراند تبعنا يشتغل فيه بالأردن وخرج أردن الويب سايت تبعنا اي حدا بدر ادخل عليه في سكشن اسمه فرانشاز او علامة تجارية ادخل عليها بشوف كل المعلومات اذا عنده اهتمام يعني ياخد ووش يووش واحنا طبعا فرانشاز كونسبت منساعده من قوره يعني بالأردن وبالعالم العربي احنا يعني ناويين فتحين هذا المجال اذا حدا مهتم بووش يووش ككونسبت فاحنا يعني مهتمين بموضوع نعطي الفرانشاز لأي حدا كمان بشوف انه هاي فرصة لأي حدا اليوم فكرا عمل فكرة بزنس ما يكون في اليوم عندك فرانشاز في سابورت فيه نالج فيه مانيولز في كتير اشياء بتساعد بأي دولة كانت يعني اليوم بالدولة انت فيها بتشوف ممكن عاجم علاقاتك في هذا المجال ممتازة ممكن يفتح لك بواب تاني فبالعكس حب يعني ويقولت أبرك الساعات فكل التوفيق مازل الله يكرمك وان شاء الله من نجاح لنجاح انت والتيم وارجب أقولك شوف البراند تاعكم بكل مكان بالعالم ان شاء الله يعني كي يطلع من الأردن يكون براند انترناشنال ان شاء الله ومنقدر طبعا طبعا الله وفقكم شكرا لحد اختار من حقول النفط والصحراء اصلا يا ابراج لا اليوم يختار يكون بهذا المكان فالله وفقكم تهياتي لك وعيلتك ولكل حدا ولكل البارتنرز تهياتي للناس اللي كانوا جزء من تجربتك شكرا على وقتك انك جيت على بودكاست برشو سيكسين شكرا على الاستضافة وللفريق شكرا لكم ديكم ألف عافية شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم